السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الفرقة الثانية بقسم الحدثة الكهربية. براحق بكم سكشن جديد من سكاشن مادة المجالات الكهروماغناطيسية. هنتكلم النهاردة على تيتوريال نوبر 2. ونشوف مع بعض المسائل. نشوف مع بعض المسائل رقم واحد. المسائل دي بتناقش كولومزلو والقانون بتاع الالكتريك فيلد. المسائل دي مديني واحدة واحد ميلي كولوم والتانية سالب اثنين ميلي كولوم موجودين في الموضاحة ديت. ثلاثة واثنين موضاحة سالب واحد وسالب واحد وسالب واحد واربعة في كورتيزيان كورودينات. وعايز يحسب الفورس المؤسرة على نتيجة وجود الشحنة ثانية دولة على شحنة ثالثة مقدارها عشرة نانو كولوم موجودة عند الزيرو ثلاثة وواحد. ما طبعنا نحصل الفورس. واحسب في النقطة ليه الزيرو ثلاثة وواحد. فالسوليوشن ازاي ان انا حل. اولا قانون كولوم بيقول ان القوة ما بين شحنتين هي عبرها عن حاصل ضرب الشحنتين. مقسومة على سابت بيعتمد على الوسط. هنا الوسط هو فهو اربعة في مربع المسافة ما بينهم. فالقوة بتتناسب فرضي مع حاصل ضرب الشفنات. وعكسي مع مربع المسافة ما بينهم. طب. القوة اللي انا هحسبها هي قوة متجهة. وليست قوة اا مش سكيلر هي عبارة عن فيكتور. فانا عايز احسب القوة اتجاهي. ليه? اه الجنرالي انت تحسب القوة متجهة. هنا مضطل ان انا احسبها متجهة لازباب. لان انا هحسب قوتين وهجب المخصلة. فعشان احسب المخصلة لازم اعرف كل القوة بمركباتها. عشان انا ماجه احسب المخصلة اجمع المركبات المتناظرة. فتعايز نشوف مع بعض كده. اول حاجة نتيجة وجود الشحنة رقم واحد وتأثيرها على الشحنة رقم ثلاثة. انت عايز تغرف المسافة من واحد لتلاتة. وعايز تغرف الاتجاه من واحد لتلاتة. مبدئيا كده خلينا نتفك مع بعض ان دايما هفرد اتجاه الفورس في اتجاه التنفر. وبعد انا هقولك لو الشحنات متعكسة في الاشارة الا هيحصل والتعادل هيحصل ازاي? بس انت او انت بتحل دايما افرد اتجاه الفورس في اتجاه التنفر. بغض النظر هالشحنات متشابهة ولا غير متشابهة. فعايز الكوة من واحد على ثلاثة. بغض النظر ي Con wear one to three. احصل المتجه ثلاثة كم تلاثة نايز واحد فاشرت المتجه من واحد ثلاثة. سنوباش عابرة عن بوينت ثلاثة. نايز بوينت واحد وتكون صفر و نايز ambigu افن cons thought Н red mc3x3 9i. ثلاثة نايز اثنين يوديك G. واحد نايز واحد يوديك زال اثنين K وبعد ان كانت عرفت تليل المتجه من واحد ثلاثة المتجه ت placing one at three الأم operative ما beneficiariesد لأن معياره هو عبارة عن المسافة من واحد لتلاتة ودي اللي هحتاجها في قانون كلهم اللي هي عبارة عن مربع المسافة ما بينهم. فاحسب معيار المتجه. هي بالجهز التربيعي لمراكبة X تربيع زائد مراكبة Y تربيع زائد مراكبة Z تربيع. عايز احسب اتجاه القوة. اتجاه القوة يعني معناها متجه الوحدة لما اجيب مقطاع القوة هضربك متجه وحدة. متجه الوحدة زي ما اتفقنا هو هيبقى متجه التنفر. التنفر يعني ايه? اللي هو المتجه واحد ثلاثة. بقسوب على معياره. فهيديني متجه الوحدة من واحد ثلاثة. طيب ازا بقى تحسب القوة من واحد ثلاثة? القوة من واحد ثلاثة عبارة عن حصل ضرب الشحنتين. وتعاود عن كل شحنة باشارتها. على اربعة باي ابسون نوت. لو موجود في وسط تانا هيبقى عندك ابسون ار. ابسون نوت هتحفظها. تمانية بوينت تمانية خمسة ربعة اتنين فعشر قس ماينس اتناشر. هتحفظها. مش هتقضى في الامتحاء. مربع المزوج بينهم انت عارفه خلاص. اللي هي المعيار. في متجه الوحدة المتجه الوحدة انت عارف مركباته. وانا عارفنه المتجه الوحدة هو متجه التنفر. طيب ما تقول اني الشحنات شابهة. متشابهة يعني ايه هيا? يعني الشحنة دي مجابة ويعي الشحنة دي مجابة أو السليبة وسيحصد ضربهم. في النهاية قيمة مجابة. قيمة مجابة لما تتضرب في المتجه التنفر يفعل الاتجاه بتاع المتجه صح. بقى خلاص منتجه التنفر كده مزبوط. ليه? لان الشحنات متشافة. طبعا. فرضا ان في شحنة مجابة وشحنة سالبة. هتعاوض عن شحنة دي بموجب. وتعاوض عن شحنة دي بسالب. موجب في سالب. يديك اشارة سالبة. السالب دي في انها هتنضرب في الاتجاه وتعكس اتجاه التنفر اللي هتجاه تجازه. فانت او انت بتحلم عشان اتفق على استوب واحد الحل. دايما افرض اتجاه القوة او المنتجة الوحدة ان انت هتحسبه اللي هتضربه في مقدار القوة احسبه في اتجاه التنفر. بعد كده وانت بتحسب القوة عوض عن الشحنات باشارتها. في النهاية لما تضرب الشحنات في بعضها هتطلع لك اشارة لما تنضرب في المنتجة التنفر هيديك الاتجاه الصحيح. فلوكات الشحنتين مجابتين او سالبتين اتجاه التنفر مش هينعكس. لو كانت فيهم واحدة مجابة واحدة سالبة زي الشحنات من الشحنات اثنين وثلاثة. هنشوفها دلوقتي هتلاقي انه طلع معك اشارة سباب النهاية. بتنضرب في متجه التنافر تزبط للتجاه وتخليه تجازل. خلاص حسابنا الكوة وحسابنا مركباتها. طلعت معي الرقم في عشرة قص مينس ثلاثة نيوتين. بعد كده عايز احسب القوة من اثنين الى ثلاثة. فحسبت متجه التنافر من اثنين لثلاثة. اللي هو بوينت ثلاثة اثنين. بعد كده حسبت معياره. نفس الخطوات. وبعد كده حسبت المتجه الوحدة في اتجاه التنافر. اللي هو عبارة على متجهة اثنين تلاتة على معيار متجهة اثنين تلاتة. بعد كده حسبت الفورس من اثنين لثلاثة. عبارة عن حاصة ضرب الشحناتين وبعوض عن الشحنات باشارتها. للسالب. وبعد كده المقام زي ما هو اربعة باي ابس النوت في مربع المسافة ما بينهم. ويدرب في متجهة التنافر لانشارة السالب الناتجة من حاصة ضرب الشحناتين هتزبوط لك اتجاه التنافر وتخليه تجازه. هتطلع الكوة بالشكل ده. هتجمع الكوة اجمع المركبات المتشافة. هتطلعك في النهاية الكوة على ثلاثة هي مركبة في اتجاه اي ومركبة في اتجاه جي ومركبة في اتجاه كيف وعشر وصمانة سلاحة اليوتن زي ما حاكم شايفين القامة اللي قدام حضراتكم ده. طب التعريف 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 زي ما انتم اخذتوها في المحاضرة. انها عبارة عن الكوة المؤسرة على وحدة الشحنات الموجاب الموجودة عند نقطة معيزة. يعني عايز تحسب electronic feed intensity عند نقطة. تبقى عبارة عن ايه? تبقى عبارة عن القوة المؤسرة على وحدة الشحنات الموجاب الموجودة عند هذه النقطة. يعني كمل بتفرض ان في شحنة موجة بواحد كولوم موجودة عد النقطة العايز تحسب لها الالكتريك فيد انتنسي ففرضا ان بداية المسألة اصلا هو طالب منك الاي مش طالب منك الاي هتفرض ان هنا واحد واحد كولوم موجب واحد كولوم وتنشي نفس الخطوات دي فكيو تلاتة دي تبقى بكام مثلا لو انا بحسبها مثلا من التن لتلاتة او مثلا لو بتحسب الاي في مسألة شبه كده مثلا وفرض لهم شميديك الشحنة ديت وبيقول لك احسب لي الاي على اللي طبعي ستعرض ان الكيو تلاتة ديت بموجب واحد كولوم وتعوض هنا عادي خالص لما اتعاوض عن الكيو تلاتة بموجب واحد كولوم هتبقى دبش اف بقى same With the Mai هتبقى اي تعاوض عن الكيو تلاتة بموجب واحد كولوم. طب دلوقتي انا حسب المسألة وحسبة اي 3 اي حسبة الاف تلاتة تمام طبام هل انا عشان احسب اي 3 ابدأ بحل المسؤلة تانيا وعوض عن الكيو تلاتة بموجب واحد كولوم كل الموضوع لو أنت أسمت F3 على قيمة الشحنة Q3 هتلاقي على طول هي Electric Field Intensity وحدتها نيوتن لكل كولو وحدتها نيوتن لكل كولو فكده عرفت عن Electric Field Intensity Electric Field Intensity هي عبارة عن قيمة الكوة أو قيمة الكوة المؤثرة على واحدة الشحوات المجابة الموضوع عند هذه النقطة بالتالي المثال ده اتعرفنا منه على قانون كولوم وقانون كولوم برضه هو نفس القانون اللي أنا بحسب منه Electric Field Intensity عرفنا إزاي لو أنت طالب منك الإي على طول هتعمل إيه؟ هتعاوض عن كيوت هذا موجة بواحد كولوم لو طالب منك الإف والإيه هتحسب الإف ومن الإف ده لك تستنتج الإيه نشوف مع بعض المسألة رقم اتنين المسألة رقم اتنين بيقول لي عندي Two Point Charges of Equal Mass اليوم نفس الكتلة M وكل واحدة مشحلة فيهم بيشحنة Q والي اتنين موتها مثلية ومعلقين على معلقين في نقطة باستخدام يعني خطين بـ Negligible Mass واليوم طول L شو زات أتكوليبريوم عند الاتزان تمام؟ وعند الاتزان تمام؟ مطلوب منك تثبت العلاقة دي Q تربيع بتساوي 16 باي إبسل النود MGL تربيع صين تربيع ألفا تان ألفا ويقول لك لما تكون ألفا Very Small إذا ما ننسي كلمة ألفا بس Very Small شو زات إيه العلاقة دي فأنا رسمت الرسمة الأول كده عندي نقطة تثبيت عندي شحنتين متمثلين المفروض إن لو شحنة واحدة هتلاقها اتزنت في الوضع الرأسي طب نظر إن هما شحنتين متمثلين فيحصل بينهم تنافر تنافر فهيبعدوا عن بعض بمسافة R في عندي ثلاث قوة مؤسرة على الشحنة الوحدة قوة تنافر قوة وزن قوة شد عندما تتحصل ما بينهم اتزان هيثبت معايا وضع الشحنات في الوضع مثلا الأدامي ده مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني أثبت العلاقة دي طب مبدئيا كده تعالي نشوف عندي نقطة إيه أو نقطة بين لنصبق الاتزان مجموع القوة الأفقية بيساوي مجموع القوة المجموع القوة الأفقية بيساوي صفر ومجموع القوة الرأسية بيساوي صفر فتراح مثلا نقض النقطةzzo virus الزوية دي Cliff برد زوية دي 90ぐらい de 들 زي ما حقكم شايفين برسمة دي كدا لو عجلت حلقتك الاتزام في أتنك في اتك색ة x optimal هتلاقى في اتجاه tsin alpha بيتساوي كم? وفي التجاه الثاني تمام؟ ده من مجموع الكوة بتاعة x و مجموع الكوة تاعة و طابة. لما تبص هنا في العلاقة. هتلاقي العلاقة دية مفيهاش مفيهاش كوة الشد بالترى هتخلص من كوة الشد. أسمي الأولى كلين على بعض. فهتلاقي بالصين على كوزين. ممكن تعاوض عندية على طول بيتان. لأن هتلاقي العلاقة فيها هنا أوسيبها للآخر بتساوي F-E على M-G طيب F-E بقى فكه فكه نتعرف ان F-E بتساوي Q في Q على 4 باي إبسلون هعوض هنا بالكلمة بس باتجاهات انا عوضتها بالرسمة عملتها بالتحليل يبقى Q في Q اللي اتنين Q زي بعض يبقى Q تربيه على 4 باي إبسلون المسابة بينهم هي انا سميتها R فيبقى هنا R تربيه لو حاجات بساطة في العلاقة دي هتلاقي ان من ديك العلاقة النهائية بدلاية ال L مش بدلاية R طيب هلأ انا اقدر اجيب ال R بدلاية L اللي هو طول الحبل نعم اقدر لو انت بساطت مثلا في المسلس الصغير اللي هو القائم ده هتلاقي تحت نص R والكتر L فبالتالي هتلاقي ان نص R هي عبارة عن L سين ألف بالتالي ال R بيساوي 2 L سين ألف فممكن تشيمي هنا ال R وحط مكانها L 2 L سين ألف فمتعود من ثلاثة في واحد بعدك اطلع لك العلاقة دي تصف بها بقى هتوصل معك بالآخر ان Q تربيع بتساوي العلاقة اللي هي المطلوبة دي طيب لما تكون ألفا بيري سمول لما تكون ألفا بيري سمول بتكون كمة ألفا بالرد بتساوي كمة تان ألفا بالرد ريد لما تعوض عن الفا بالريد بتسوي كلمة ساين الفا بالتالي انت ممكن تشيل ساين الفا ساين تربيع الفا عاوض ما ان كانها ب الفا وتعاوض ما كانها ب الفا في اتباع دي الفا قص ثلاثة بالتالي الفا تسوي الجزر التالت لمين لكي يو تربيع على ده كله. نشوف المسال الرقم ثلاثة في الكتاب واللي بيتكلم على الابليكيشن اف الا الكترستاتيك سيبراشن اف صوليد. ندخل في الموضوع على طول عندي مجال الكهرابي كونتو 500 كيلو فولت ديكل متر بيقول لي هدخله Эلكترونز الالكتروني هتتحرك بتبدأ بإنيشيال وبع zobaczy LEA وبعه هتتحرك في الاتجاه الرأسي بيقول لك لما الالكتروني يوصل لـ 800 ايه تبني 10 متر إيه الما بين البصة soothing charges والins vacation هيبقى الدية. مطلوب الطول ده. لو افترضت ان الالكترون هيتحرك من نقطة الارجين. وهيتحرك ناحية الواي السالب والاكس السالب. يبقى دلوقتي لما تكون واي بسالب ثمانية من عشرة متر. اكس تبقى بكام. علما باني اللي المطلوبة هي اتنين اكس. طب نبدأ نحل ازاي? هنبدأ نحل ان الالكترون هيتحرك لتحت. هيتحرك افقي ورأسي. المراكبة فيه مراكبة رأسية ومركبة افقية. فالمراكبة الرأسية. نبدأ بالمركبة سوريا المراكبة الوفقية اللي هي مراكبة المجال. طبعا زي ما انتم عارفون ان الشحنة المجابة. تتحرك مع المجال. والشحنة السالبة تتحرك عكس المجال زي ما خدته في المخاضر. فلو كلمنا على الكوة الرأسية. الكوة الرأسية هي عبارة عن كوة تأثير المجال الكهرابي على الشحنة. وهنا في المسألة بيقولك اهمل الكوة ما بين الشحنات. يعني الشحنة المجابة والسبب مش هيأثر على بعض. كل التأثير على الشحنة من المجال الكهرابي. ففقيا الشحنة دي هتتأثر بالمجال الكهرابي بس ومش تأثر بالشحنة التانية. طب الكوة اللي بتأثر عليها عبارة عن كم. عبارة عن كيمة الشحنة مضروبة في المجال. طب كيمة الشحنة مضروبة في المجال. ده بيساوي ايه بقى? بيساوي من قانون نيوتن كتلة الكترون مضروبة في العجلة الحركة العجلة الافقية. فحركة العجلة الافقية هو التغير في اكس في دي سكوير اكس باي دي سكوير. عملته كمنتجة لانا عارفني ده في اتجاه اكس هنشيل التجاهات خلاص ونتحامل كقيم. فلاقي ان دي سكوير اكس باي دي سكوير بيساوي كيو في ايه على ام. لما تكامل هتطلع معاك سابتين سي واحد وسي اتنين هجيبهم من الانشيال كونديشن. هنا في المسألة بيقولك ايه? لما واي تتغير اكس بكام? هنا انا جايبها اكس دالة في الزمن. طب انا عايز اربط ما بين الزمن واي. انا اعرف كمة واي. هاتبقى القوة الرأسية. القوة الرأسية هي عبارة عن قوة الجاذبية. الالكترون هيتحرك في اتجاه واي السالب. السالب ام بجي. بيساوي بقى? بيساوي ام دي سكوير واي باي دي سكوير. هتكامل المعادلة ديت. هتطلع معاك برضو سابتين اتنين. عشان تجيب السوابت في المعادل رقم واحد. والسوابت في المعادل رقم اتنين كانت ربطت الواي بالزمن. فوانس لو انا عارف الواي اقدر اجيب الزمن. ولو عرفت الزمن اجيب الاكس. بس عشان احل المسألة محتاج ان انا اجيب السوابت. هجيب السوابت من اين? من الانشيال كونديشنز. انشيال كونديشنز بيقى ان الالكترون بيبدأ يدخل المجال بسرعة صفر. وانا افترضت ان وانا بحل المسألة ان بداية حركة الالكترون من عند نقطة الاصل. بالتالي اكس عند تي بصفر بزيرو. وواي عند تي صفر بزيرو. وعشان هو بيبدأ من السكون فدي اكس بايد تي بزيرو. ودي واي بايد تي عند الزمن صفر بزيرو. لما تعود بالانشيال كونديشنز دي في المعادلتين دولت. تقدر تجيب السوابت سي واحد وسي اتنين وسي تتاتة وسي اربعة وهيطلعه الاربعة اقوال زيرو. طيب. هقوط في المعادلة رقم واحد واثنين اللي هي معادلة الواي والاكس. معادلة الاكس والواي. يعني السوابت بصفار فهتطلع معاك المعادلتين دول ان اكس اللي تساوي كيو في اي على اثنين ام في تي سكوير. والواي بتساوي سالب نص جي في تي سكوير. طيب لما تكون واي بتمانية من عشرة متر. تكون التي بكام هتطلع لك ان التي برقم او تي تربيع ستة زي ما هي عشان انا هعوض بتي تربيع بعد كده. طيب الاكس اللي تساوي بقى بتساوي نص في كيو على اي م. في المثالة هنا مش مديك اا كتلة الاكترون مش شحنة الاكترون ولا كتلته مديك ايه مديك الشحنة اا با ااا بير ااا بير ماس. يعني هكما لما تجهروا في المعطيات هتلاقي مديك ايه مديك الشحنة القتلة بتسعة ما يكرو كله من كل كل جرام فتقدر تعوض عن كيو على اي م مباشرة في شدة المجال في تي تربيع. تي تربيع لسه هسيبها من فوق. يطلع معاك ان ال اكس بكذا. طيب الرقم ال اكس طلعلك بي ده. خلي هو رقم المطلوب. لا. الرقم المطلوب هو اتنين اكس. فيطلع معك بيه تقريبا اا بوينت سبعة ترية اربعة سبعة متر. نشوف في المثال اا رقم خمسة. المثال رقم خمسة بيقول لي ان انا عندي محدد بي. ان هو موجود في مستوى زد بصفر. مستوى زد بصفر زي ما احنا عرفنا. ان هو المستوى اكس وا. اي المستوى اللي كل النقاط فيه قمة زد فيها بصفر. ده المستوى زد بصفر. والمستوى ده. الشود دة محدد بان اكس من زر واحد والشي من زر واحد. من زر واحد. لأي مدة شiftingها similar chama safety. مربع. والنقاط بتاعته زي ما هذه موضحة كذا. بدء من صفر صفر وصفر واصل لصفر واحد وصفر على محور واي. واصل لواحد واحد وصفر جوال المستوى. جوال مستوى اكس واي واصل على محور ا encaix الى واحد وصفر وصفر. زي ما حاكم شايفين المستوى لنا رسمه ده. ما تديك ايه بقى؟ ما تديك شارج دينيستي. ما تديك كسافة شحنة. رويز تعتمد على ال اكس والو. جيبين بالنزاج بالشكل ده. اكس واي في. اكس تربية زاد وي تربية زاد خمسة وعشرين قس تتعة اتنين او الجزر التربيعي بكل قس تلاتة. نرى كله من كل متة مربعة. مطلوب منك ايه? مطلوب منك مبدأين كده تحسب الشحنة الموجودة في هذا الشيت. طب نشوف ازاي نحسب الشحنة بعدين نشوف المطالب التالي. مطلوب انك تحسب الشحنة. هي شحنة عابرة عن ايه? كسبت الشحنة ايه السطحية لو هي. زي ما حاكم شايفين كده من دلج جيبين دلف اكس واي او متغيرة من سبتة من نقطة لنقطة لما تجي تحسب منك الشحنة بتيامل على تكامل صناعي للرو اس وتضرب في الريونت الاريا element. فهنا في حالة الشغال فين؟ شغال في الاريا element بالنسبة له يمين؟ هي دي اكس دي واي. لان انا في المستوى اكس واي مش مستوى وي زد ولا مستوى اكس زد. انا شغال في المستوى اللي تحت ده. فهنت يا شباب هتجيب اريا element في المستوى ده. في الشيد ده. وتضربها في كسافة الشحنة هتجيب مين؟ هتجيب الدي كيو. لما تكمل سناي في اتجاه الاكس واتجاه الاي هتحسب قيمة الشحنة الكلية. يبقى دلوقتي هتعاوض عن الرؤس عاوضت عنها اكس واي. اللي هو اللي مكتوب بيه الاس و دي ردام قدام حضراتك ده. هعمل تكمل السناي الاكس بتغير من صفر الواحد ولوه بتغير من صفر الواحد. اول حالة هكامل بالنسبة الاكس. لما كامل بالنسبة الاكس هتلاقي انه عندك كوس اكس تربيه ده ده دغاية تربيه ده خمسة وعشرين او سترة على اتنين. القوس ده مضروف في التفاضل بتاعه بالنسبة الاكس. التفاضل بتاعه هو اكس. عشان تخليها التفاضل بتاعتها التفاضل بتاع القوس ده. لو انت جيت تفاضل بالنسبة الاكس هتلاقي اتنين اكس. فعشان تكامل محتاج بره اتنين اكس هتلاقي الاكس موجود. فاضرف اتنين واي سمعتني. زي ما احضركم على الفت كامل. يبقى اتنين اكس. ومعي دلة مضروبة في تفاضلها بترفع قس دلة واحد وتقسم على قس الجديد. ازا ما اخدتكم شايفين. رفعت اس واحد بقى خمسة على اتنين. وضربت بس الجديد ده اتنين على خمسة. ومعي المص ده انا هطوطهم الاول. وبعدين عوضت عن حدود اكس من صفر الواحد طبعت معي المعادلة القدام حضرتكم ده. ده اللي فوق. هتلاقيها في الاخر بتلقسم لتكاملين اتنين زي ما اخدتكم شايفين كده. وكل تكامل مضروف في التفاضل بتاعه بعد ما تضرب في اتنين وتسمى على ايه? على اتنين. فلما تجد كاملها هترفع القس واحدة هيبس 7 على اتنين وتسمى على القس الجديد زي ما حضرتكم شايفين كده. وتعوض بحدود التكامل هتطلع معاك في النهاية الكيوب كام بالرقم اللي حضرتكم شايفينه ده 33.14669 نانو كولوم. لان كثافة الشحنة مدلك بالنانو كولوم لكل متر مربع فانت اكيد ان انت كتطلع معاك بالايه? بالنانو كولوم. او ترفع 10.09 كولوم. تاني مطلوب طالب منك تحسب الايكتريك فيلد اللي هي تحسب الايه? اللي هي الكوة المواصلة الى واحدة الشموحات الموجبة. الموجودة في انبقى عند النوطة 0.05. انا النوطة 0.05. لما تجي تحسب الايه? اللي زي ما انتم عارفين القانون بتاعها انها عبارة عن الكيو على اربعة باي ابسل نوت في مربع المسافة في متجه التنافر. وتعوض عن الشموحة باشارتها. طب الكوة كنت بتقول كيو في كيو. الكيو التانية كميتها كام? كميتها موجب واحد كولوم فانت ما بتحطهاش هنا. زي ما حالتكم شايفين كده. طب لو انا دلوقتي عندي هنا الشوحنة بتتغير من نقطة لنقطة. الشوحنة بتتغير من نقطة لنقطة. عايز احسن 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 بقى الدي ايه. الدي ايه هتساوي الدي كيو على اربعة باي ابسل نوت في الار سكوير. مضروبها في متجه التنافر. حيث الدي كيو دي بقى بتساوي ايه? بتساوي الرؤس الرؤس في الدي اس. فانا هاخد اريا ايليمنت زي ما حالتكم شايفين اللي هي النقطة ديت. دي عبارة عن دي اكس في دي وار. يعني دي اس دي عبارة عن دي اكس في دي وار. لما انت ده بتقفل الرؤس هتجيب الدي كيو. زي ما حالتكم شايفين كده. عربعة باي ابسل نوت ارس كول هي مربع المسافة من النقطة اللي انت اللي اعتبارية اللي انت اخدتها جوه المستوى ديت. واللي بعدها هتكامل بعد ما اختفرها. لغاية النقطة اللي هي زير وزير وخمسة. والتجاه الايه هو اتجاه التنافر زي ما اتفعل. وشوحنة هي اللي هتصبت الاتجاه. يبقى تمام كده. يبقى اول حاجة تنافر when تحسبو? ستبقى عنها. انت هتطلق نهايتك عند زير وزير وخمسة. طب정تي عند اي نقطة في المستوى. ơi تكون اكس وواي وزيرو. لان يزيد بزيرو في المستوى ده. على معايار المنتجة ده. معايار المنتجة ده. جراز التربية الكم بها. المنتجة ده اولا هتطلع. بسلب اي سلب واي في الجاه ج زائد خمسة في الجاه كيه. على جهز التربية اكس تربية زائد واي تربية زائد خمسة وعشرين. زائد ده زيت خمسة في اتجاه الوحدة في اتجاه التنافر من المستوى من اي نقطة موجودة في المستوى اللي هو محدد ديكس من زيل الواحد وواجد زيل الواحد وزيل بزيل حسبناه طيب يبقى ليه بتسوي ايه بتسوي تكامل دي اي فبقى في عندي تكامل سنائي لان انا عندي شغال دلوقتي بالكسافة سطحية وعندي بعدين بيتغيرهم الاكس والواق فعملت كامل سنائي من اكس من زيل الواحد واي من زيل الواحد لرؤس دي اكس دي واي على اربعة باي اقسلون في ار سكوير في متجه التنافر طيب الار سكوير لما انا جيت احيل لقيت نفسي لسه ما حسبتهاش فانت محتاجتها السفر الار هي عبارة عن ايه عبارة عن معيار المتجه الواصل من اي نقطة في المستوى ده الى النقطة زيل وزيل وخمسة المتجه ده زي ما حدتم شايفين هو المستان تكفوق اللي هو ده اصلا ده متجه التنافر اللي هو سالب اكس فتج اي زي واي في افتجاه جي زي خمسة فتجاه كي معياره بقى هو جهاز التربيه اكس تربيه زي واي تربيه زي خمسة وعشرين القيمة دي هي القيمة اللي هعاوض بها هنا ده معيار المتجه هتعاوض بتربيعه هنا زي ما حدكم شايفين كده عاوضت بتربيعه عاوضت عن الرؤس في كميتها اللي هي اكس واي في الكوز ده وستاتة على اثنين وعوضت عن متجه التنافر متجه الوحدة في تجاه التنافر زي ما حدكم شايفين كده هتلاقي ان الكوز اللي هو اكس تربيه زي واي تربيه زي خمسة وعشرين قيمة ساتة على اثنين تحت في عندي كوز واحد وكوز السنص ده يدين قيمة ساتة على اثنين ده كله هيروح مع الكوز اللي فوق فهيتصفى التكامل لتكامل بسيط زي ما حدكم شايفين كده تكامل سنائل سلب اكس تربيه واي على 4 باي بس النوت ده يعتبر التكامل بسيط جدا يعني هتكمل اكس تربيه وتكمل الواي زي ما حدكم شايفين كده هتكمل الاكس طبعا الكمال ده في تجاه اي وفي عنده كمال في تجاه جه هتكمل اكس واي تربيه هتلاقي ان ده تقريبا التكامل ده هو نفسه التكامل ده مع اختلاف مين المتغير وهيديك نفس النافق والكمال ده في اتجاه الكامل ده اكس دي واي فممكن هي تقدر تفصل المتغيرات لانه مضربين في بعض فقدر تفصل متغير اكس ومتغير واي اقدر تفصل متغير اكس ومتغير واي اقدر تفصل متغير اكس ومتغير واي وبعدين اقدر تحسب الاي بمركبتها معيار معي القيمة اللي برا دي سوري القيمة اللي هي 8.9876 مضربة في متجة ضربت القيمة دي في المتجة تطلب معي الاي في النهاية بالارقام اللي قدام خضراتك دي والارقام دي انا عوضت اه في النص طبعا كثفت شوها كم الدرج به النانو كولوم. وانا بعوض روح تضرب في عشرة اسمانية الساسة عشان احاولها المين للكولوم. فطبع الناتج معي في النهاية هو فولت كل متر. فانت الوقت عرفت وحدتين لليه? من المسال السابق اللي هو المسال رقم واحد. عرفت ان ايش اه الوحدة في عائتي عبارة عن ايه? عبارة عن نيوتن لكل كولوم. طب في اله هنا وحدتها ايه? فولت كل متر والوحدتين واحد. الوحدتين دولهم الوحدات بتاعت الالكتريك فيلد. وانس انك عرفت الايه? لو عايز تحسب بقى الفورس المؤثر على الشحنة الموجودة اللي في شحنة موجودة قيمتها سالب واحد ميلي كولوم. موجودة عند هذه النقطة. لو انت عايز تحسب الفورس. الفورس عبارة عن قيمة الشحنة باشارتها مضروبة في متجه الالكتريك فيلد انتنسي. فخدت الشحنة سالب واحد فعش اصلا ما انا استرابطها في المتجه ده. طبعا كنت المتجه الاليه بيقامن بافتجاه التنفر. زي ما حالكم عارفينه. لما شوحنا لما تبقى بالسالب. هتبقى متجه التنفر هتقلب الى متجه تجالب. زي ما حالكم شايفين كده. دراب طرح في النهاية الاف عند بكام بالارقام اللي ده من حضراتكو دي. نشوف مع بعض المثال الاخير. المثال الاخير بيناقش الالكتريك فيلد انتنسيتي عند نقطة نتيجة وجود سطح لا متناهي مشحول. والاثبات بتاعه انتو اخدتوه في المحاطرة. اثبات القانون بتاعه. وبرضه نتيجة خط مستقيم لا نهاية مشحول. وحضراتكو برضو اخدتو الاثبات بتاعه في المحاطرة. طبعا لو الخط المستقيم معادش لا نهاية والسطح معادش لا نهاية زي المثال السابق. المثال السابق كنا بنحل على سطح غير متناهي. سطح متناهي سوري. سطح متناهي. كان كان سطح متناهي. فسطح متناهي انت بتضطر انك تكامل وتنشي خطوات الاثبات انت عملتها في الاثبات الاصلي. انما لما يبقى عندك سطح متناهي زي المثال ده كده. او خط المستقيم متناهي انت عندك قانون موجود في الكتاب. انت مستنتجه وممكن تعاوب به مباشرة. فانت عندك سطح نهاي مشحون. لا نهاية سوري. سطح لا نهاي مشحون. فقيمة الكتريك فيلد انتنستي عند اي نقطة خارج هذا السطح. بتبقى عبارة عن كسافة الشحنة السطحية. مقسومة على اتنين في ابسلون نوت. واتلاحظ انها لا تعتمد على المسافة. طب لو عندك خط مستقيم غير متناهي الطول. وعايز تحسب لكتريك فيلد انتنستي عند نقطة مجاورة لي. فها عبارة عن كسافة الشحنة السطحية. مقسومة على كسافة الشحنة الطولية سوري. كسافة الشحنة الطولية. مقسومة على اتنين باي ابسل النوت في ار. ار هو اكثر مسافة من الخط المستقيم الى هذه النقطة. اي المسافة العمودية من الخط المستقيم الى هذه النقطة. تجي بقى نحل. فهو مجديني مستويه. مستوى الاولاني هو المستوى اكس باتنين. المستوى اكس باتنين ده مستوى كل النقاط في اكس فيها باتنين. ولكن كلمة واي وزد فيه متغيرها فهو مستوى موازي لواي زد. ويقطع محور اكس عند اكس باتنين. طب مستوى واي بثالب ثلاثة هو مستوى موازي لمستوى اكس زد. ويقطع محور واي عند واي بثالب ثلاثة. اي كل النقاط فيه اي متشابهة في احداث واي. لبثالب ثلاثة. ولكن احداث اكس واحداث زد متغيرين في هذا المستوى. وعند خط المستقيم التالت. الخط المستقيم التالت ده اي هو تخطع مستويين. مستوى الاولاني ان اكس بصفر. المستوى الثاني زد باتنين. اي انه مستوى. اي كل النقاط فيه. اسقطها على محور اكس ثابت وقمته زيرو. واسقطه على محور زد ثابت وقمته اثنين. ولكن اسقطه على محور واي متغير. واي فين متغير. في اي نقطة فيه ممكن اقول انها عبارة عن زيرو واي واثنين. اي انه خط مستقيم موازي لمحور واي. وبعين اكس بصفر هتلاقي في المستوى زد واي. ازا ماحوكم شايفين كده? عايزي تيبقى عايز يحسب الالكتريك فيل اا اا انتنستي. تمام? عايز يحسب الالكتريك فيلد انتنستي عند نقطة واحد وواحد وسالب واحد لنتيجة وجود الثلاث اا اسطح المشحونة اللي قدومَ فدنا جدا. خط المستقيم والسطحين الآخرين فنتيجة البلين اللي هو X ب 2 القانون بتاع البلين اللي هو infinite sheet أو infinite سطح غير متناهي عارفين ان هو الرؤس على 2 إبسرون طب الرؤس جبل المستوى X كثبت شونا فيه بقام 10 نانو كولوم لكل متر مراقل خلاص ده جبل وده جبل وده جبل فاضلا نعرف الاتجاه احنا اتفاقنا ان دايما الاتجاه هو اتجاه التنافض هفرد دايما الاتجاه هو اتجاه التنافض وعود عن الرؤس بإشارة الإشارة دي عشر نانو كولوم يبقى دي مجابة وانا كده يبقى اتجاه تنافض طبعا نكتب ليه مجاب أو سالب I بص انا متأكد ان المستوى ده هو مستوى عمودي على محور X اي ان اتجاه التنافض دايما هيبقى اتجاه في اتجاه X يعني اتجاه X المجاب أو السالب هيبقى اتجاه مجاب I أو سالب R على حسب بقى موضع النقطة من الشيت على حسب موضع النقطة من الشيت يعني لو النقطة وقعة يعني يعني عرب للصفر من الشيت اي انها في الاتجاه اللي هي كانها خلف الشيت هيحصل لها تنافض واتجاه في اتجاه مين في اتجاه سالب I طب اكتب انت مجابة I لو النقطة موجودة فين موجودة على محور X أو موجودة في أي نقطة في أي مكان ولكن المكان ذا فين خلف المستوى اي أقرب لي من المستوى يعني موجود في المنطقة دي كده مشاهي فاقول إن المجابة I فانكتب هنا المجابة وسالب اتجاه تمام؟ والاتجاه ده على حسب المجابة وسالب على حسب مين؟ على حسب موضع النقطة من المستوى فنقطة كان بقى النقطة واحد وواحد وسالب واحد لدي من X complaining X بواحد المستوى دا X بكام X هنا باثنين ايكسب واحدة يعني موجودة في المنطقة دي كده. موجودة خلف المستوى. ورا المستوى. يبا اتجاه بتاعها ايه? هو اتجاه التنافر اتجاه سالب اي. عشان كده عواطف الاخر انها بسالب اي. تعال نشوف ناحية الواي كده. الواي قانون خلاص. بتاع المستوى واي. ما شونا على اتنين يبسو النوض. المستوى واي ميديك خمستاشر انه نقول من كل مئة مربع. واليبسو النوض محفوظة. طب اول مجاوة ولا سالب جي نشوف موضوع النقطة من المستوى. المستوى ده كان سالب ثلاثة. طب النقطة واحدة عند وي بواحدة يعني موجودة هنا. اتجاه التنافر هي باتجاه مين? هي باتجاه بموجب جي. خلاص. حتى انتجنا. نتيجة المستوى x باتنين. والنتيجة نتيجة نتيجة وي بسالب ثلاثة. فقط بقى نحسب نتيجة نتيجة الخط اللي هو وي بزيد بكام وزيد باتنين. فهنا عارفين القانون اللي هو عباره عن الرؤي اللي مقسوم على اتنين باي إبس النود فار. والرؤي اللي بالنسبة لعشرة باي نانو كلم لكل متى مربع. فادا انا احسب الطول. الطول هو اقصر مسافة من الخط المستقيم ده الى النقطة اللي هي واحد واحد وسلب واحد. انا لسامت النقطة اللي هي واحد واحد وسلب واحد. مشيت مع اكس واحد بواي مع واحد. ومشيت في اتجاه زد السلب واحد. في اتجاه السلب مشيت واحد. قد النقطة. الخط المستقيم اقرب مسافة. عندما تجي تقول اقرب مسافة والمسافة العمودية اكيد مشترك المسافة بين النقطة وهي اي اي نقطة واحد على هذا الخط وقيمة وي فيها ب كم وي فيها بواحد ايش يتيب باقرب نقطة ونحن عارفين من الخط المستقيم كل النقاط يوجد Hhov AS F' وزد بكم وزد باتنين وي فيها سيكون بواحد وخطرت كمه وي فيها دي لانها هتمثل النقطة اقرب نقطة للنقطة ليها واحد وواحد وسالب واحد له ايه كما يتبقي مشترك المسافة العمودية بيانا. خلص هيبكت معك المتجاه اللي هو واحد واحد وسنب واحد النقطة ديت وعندك نقطة على الخط المستقيم solids being zero واحد وآ��� اي اتنين احسب التنفر الأتجاه التنفر هيبقى بالغة عن النقطة دي ناقص النقطة دي اهو نقطة دي ناقص النقطة دي طلعه معك ده اتجاه التنفر لما تجي تحسب مايار اه وطبعا اتجاه التنفر اه اه الانتجاه اللي انا حسابته ده ده المتجاه ده المتجاه المتجه من النقطة ا اه الوع على خط المستقيم. اللي اقرب نقطة لنقطة واحد واحد وسلب واحد. لغاية ما توصل لنقطة واحد واحد وسلب واحد. يبدأ المتجه. المتجه ده لما تجي تحسب له معياره هيديك الطول اللي هو كام? الطول اللي هو ار. لما حسبنا معياره وطلع على الطول ار قد المعيار بتاع المتجه. يبقى كده لأنا معي كل الحاجات اقعده بها في قانون. معاي الر. فاضلا بقى الاتجاه بتاع d غاية اوهي ما هو ااتجاه ايه هو اتجاه التنافذ. طب الاتجاه هو عبارة عن ايه? عبارة عن المتجهة sage مقسوم على معيارهMoStayR لما تحسبها هتيطلع معك في النهاية ان الده بالرقم اللي قدام حضرتك ده. طالب مني في النهاية بقى طالب مني في النهاية انك تحسب المجموع بتاع الا نتيجة السطحين دول والخط المستقيم ده فاجمع المراكبات المتشابهة ادي اي و ادي اي لما جمعناهم مع بعض داني الرقم ده وعندك اه جي جي هتلاقي مفيش مراكبة تانية جي هحطتها زي ما هي والمراكبة كي دي مفيش مراكبة تانية زيها فحطتها زي ما هي وبكده احنا خلصنا مع بعض الشيطة نيم ان شاء الله هنتقابل في الساكاشن في المواعيد بتاعيتنا ان شاء الله وبالتوفيق كده باذن الله